رح ننتقل هلأ لفقرتنا القانونية حيث يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الأكثر حساسية لكونه بنظم أمور بتتعلق بالحياة العامة والشؤون الشخصية للأفراد إذ يعنى بقضايا الطلاق والزواج والإرث وحضانة الأطفال وما إلى ذلك من قضايا بتأثر على حياة المواطنين أكيد ليا فتزامنا مع حملة 16 يوم مناهضة للعنف ضد المرأة اللي بتبدأ بأواخر 22 من كل عام ما هو واقع المرأة السورية قانونيا وما هي آخر التعديلات في قانون الأحوال الشخصية موضوع مهم يمكن تعنى في جميع السيدات اليوم في سوريا رح ننقشه مع المحامية مهل علي ناشطة في مجال المرأة والأطفال سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير أستاذي وأهلا وسهلا فيك صباح الخير عليكم على المشاهدين يعني بالبداية قانون الأحوال الشخصية يعني موجود بين إيدينا ولكن كثير بدو حملات توعية كثير لازم المرأة تعرف شو حقوقها تعرف شو الشي اللي هي بتقدر تعمله كيف يتدافع عن قضايا بالدايئة بحالها خلينا نحكي عن طرق التوعية اللي اليوم نحن عم ننشرة بالمجتمع وخاصة للمرأة بالحقيقة أهم طريق للتوعية هو الإعلام لأنه كل الناس التلفزيون بيفوت على بيتها بالتالي تحديدا عن طريق التلفزيون أو الراديو يعني المقروقة أكيد مهمة بس التلفزيون والراديو هنين أكتر وسيلتين ويمكن مواقع التواصل الشي معي كمان اليوم حاليا مواقع التواصل بواعد كتير كبير مضبوط بس يعني إجمالا ممكن بالمناطق البعيدة ما كتير توصل أما الراديو والتلفزيون هو بكل مكان عم بيفوت بيوتنا بالتالي أنا بلاقيها هي أفضل وسيلة للتوعية بالقوانين الموجودة بشو بتقدر بتستفيد من القوانين الموجودة أنا ما عم بقول قانون أنه هو الأفضل أكيد لسه بده شغل هو منيح بس لسه بده شغل بس فيني أنا من هذا القانون الموجود حاليا أخذ المواد اللي بقدر بتستفيد منها كأمرأة لأضمان حقوق خلينا نسلط الضوء على بعض النقاط يمكن الهامة بقانون الأحوال الشخصية لأنه نحن خلال السنوات العشرة الأخيرة تم تعديل قانون الأحوال الشخصية بعدد من النقاط الهامة مثل حضانة الأطفال للمرأة كثير من التفاصيل في كثير من النساء ما بتعرفها ورغم ذلك بعد لازم يتم يمكن الحصول على حقوق المرأة بشكل أكبر لأنه نحن عم نلاحظ ما دخل التطور ولا العصر الحديث ولا التكنولوجيا كلما تطورنا لا للأسف عم يكون فيه اضطهاد للمرأة بشكل كتير كبير فمو فقط بالعالم العربي على مستوى العالم نحن عم نحكي فخلينا على كل النساء السوريات اليوم اللي عم تتابعنا نسلط بعض النقاط الهامة بقانون الأحوال الشخصية اللي ممكن تقدر يمكن تستفيد منها تقدر تدافع عن حالها تقوية وتقوية على الصعيد الشخصي تمام هلأ أول شيء هو بالسنة الحالية اللي نحن في 2019 تم تعديلين لقانون الأحوال الشخصية وكانوا تعديلات لا بأس فيها منيحة أوكي بنحتاج أكتر نصمح للأكثر دائما أكيد بس جيدة بالنسبة للتعديلات اللي صارت إذا عم بدنا مثل ما حضرتك عم تطلت بنحكي شي عن الحضانة رفعوا سن الحضانة للخمسة عشر بالتعديل الأخير للذكر وللأنتة يعني صار الحاضنة هي الأم بداية بعدين تعديل التاني كان بقانون الحضانة أنه صار مو لأم الأم بعد الأم صار للأب يعني الأم الأب وبعدين بالترتيب اللي اللي كنا نمشي عليه الأقرب أم الأم إلى آخره رفعوا سن الحضانة للخمسة عشر ساووا بين الذكر صاروا الثنين خمسة عشر صار في شيء اسمه سن تخير بالخمسة عشر ما كان سابقاً كان بعد الخمسة عشر يذهب الأطفال إلى الأب اليوم عم يشوفي كانوا بعد الثلتعاش بعد الثلتعاش هلأ صار خمسة عشر هلأ صار خمسة عشر طبعاً كان بعد الثلتعاش للذكر وللأنتة خمسة عشر هلأ صار اثنين خمسة عشر ما كان فيه سن تخير هلأ صار فيه سن تخير كان الأب هو الحاضن الثالث بعد أم الأم هلأ لأ صار الأم فالأب الحاضن الثاني من حيث الشكل طبعا جيد القانون بس أنا إذا بدي أحكي بس كوجهة نظر كناشطة في حقوق المرأة أنا بلاقي الحضانة هي مو لأب ولا للأم هي للطفل يعني هو المصلحة الفضلة للطفل نحن منعنا بالطفل بالحضانة ما بيهمني الأب أو الأم فبالتالي أنا يفترض أبحث عن الأجدر بالحضانة يعني أنا كوجهة نظر برجع بقوله بجوز ما تكون صح مو الأم الأب أو الأب الأم وترتيب لا أنا بشوف مين الأجدر بحضانة هذا الطفل يفترض يكون في لجنة تدرس اقتصاديا الوضع المادي للأطراف والنفسي اجتماعيا ونفسيا هو أهم شيء النفسي تمام من كل النواحي أنا أدرس الحالة الاجتماعية والقانونية والنفسية للأب والأم وشوف مين الأصلح بعيدا عن كل المشاكل الشخصية لأنه بالأخير الولد هو اللي بيدفع التمن تمام بتلاقي حتى مثلا الحضانة أنا بدي أاخده لا وبيصير علاقة غير لائقة أمام الولاد هندي اللي بتترسب عند الأطفال يعني أنت بالأخير عم تربي جيل على مفاهيم خاطئة فهو اللي نستهدف الأول والأخير تمام بالتالي أنا بشوف مين الأجدر برعاية هذا الطفل وبعطيه الحضانة طبعا هذا ما عم بحكي عن السنين الأولى اللي هي سنتين وثلاثة اللي هو أقرح حكما هو بحاجة لأمه لأن في رضاعه في عناية ما حدا بيقدر له بس بعدين أنا لازم شوف مين الأجدر وهو يقوم برعاية الطفل نعم أستاذي كمان كتير منشوف من النساء غير مانون مبسوطين ببيوتهم ما بيعفو شو يعملوا بعاد عن عائلتهم يمكن في عندهم نوع من جهل بمجال القانون أو الحقوق يلي بتترتب عليهم هون شو بنا نقول للمرأة وين بتتجه إذا كانت ضعيفة ماديا ما أنا قدراني تحت محامي وماشاء الله المحامين عم يأخذوا مبالي خيالية عما تكون يمكن المرأة ما أنا قادرة أن هي تدفعها يمكن المرأة بحاجة إلى مصحة من أجل تتعالج نفسيا أو داعم من قبل الأهل لأنه بيرولا هي نصيبك سكتي وخلص تمام رضيب اللي أنت فيه هذا أبشع شي يمارس على المرأة من قبل الأهلة للمشكلة مزبوط خلينا نحكي هون المرأة أو الشيلا وين بتتوجه تعني الشيلا مين بتلجأ هلأ يفترض تتوجه للجمعيات الأهلية في جمعيات كتير تحمي المرأة في عنا الهيئة السورية لشؤون الأسرة مو جمعية هي هيئة حكومية صحيح بتعنا بأمور المرأة في تابع للهيئة السورية وحدة حماية الأسرة اللي هي كمان تحمي المرأة وبالهيئة فيه سر تام يعني أكيد ما رح يروح يقولوا لعيلتا أو لجوزا أنه هيئة هذا النوع من الأعمال أول شرط فيه السرية الكاملة فيه جمعيات بتقدم معونة قانونية كاملة من الألف للياء حتى الوكالة ما بيدفعوها للست يعني فيه بدا تتوجه عن طريق وزارة الشؤون عن طريق الهيئة السورية لشؤون الأسرة هاي الأماكن بدأت تتوجهها بس هون لازم تقدر تكون جريئة وتقدر تاخد هيدا القرار هون قدش فينا نحن نقوية من خلال المجتمع من خلال البيئة من خلال الجمعيات لأنه في كتير من الناس بتقولك أنا حاب بيعمل هيدا الشيء بسماني قادرة لأنه خايفة من المحيط خايفة من الأهل خايفة حتى إذا أنا مثلا طلعت من هيدا جمعية المشكلة لأنه بيكون في عالم ناطرة لا ترد طبعا المسلمة بتقولك أنا بدي رد عاري أنا بدي أخد حقي بتلاقي العالم خصوصا عندها أنه لو بمرت عشر سنين بعدها هي ناطرة يعني هذا المفهوم الخاطئ بالمجمل الموجود عندنا قدش اليوم المرأة كيفية تكون يعني كيفية تكون جريئة اليوم وتقدر فعلا تدافع عن نفسها كتير هذا الحكي صح وكتير في شي من الظلم هو بيقع على أي شخص مو بس على المرأة على أي شخص سبب استمرار الظلم هو عدم الوعي وعدم القدرة على المواجهة أنا لما بكون أقوى وبكون واعي لحقوقي وبلجأ للجهة اللي بتنصفني أنا أكيد أكيد بس أنا بأعتقد يمكن أستاذي هي النقطة الأساسية من البيت من الأهل إذا أنت فعلا ربيتي بنتك بزرة صحيحة وقلتي له موسكتي هاد أخوكي لازم من هي وصغيرة لحقك مثل حقوم أنت إليك حقوق لازم تحصل عليها يمكن هون يعني قد ما كان في جمعيات وقد ما كان في وعي إذا ما كان فعلا مية بالمية إذا ما من البيت أنا مربيتها أنه هي حقوقك وما بصير تقبلي أنه حدا يدعسلك عكرامتك يعني فيه أشياء ما بصير تقبلي حالة الخنوة لازم تنلغى بشكل نحن كلمة عيب يمكن هاي اللي كلمة عيب ما بصير عيب هاد بيتك هاد جوزك تحملي عيب 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 فدايما هي القصة عشر عشر جوات وفي شي زيادة المجتمع مو بس يعني البيت بيقلك عيب أوقات حتى لما المرة بتطلع وبتكسر حاجز العيب وبدا تروح تشتكي المجتمع أوقات بحاربة صحيح وبيئة إنه هاي أب ولادة هيك عملت هاد أخوه هيك عملت لا أنه لكي قدش قوية وقدش قوية تشتغل أو قدش قوية متطلع هاي المفهوم الخاطئ كمان كثير من المفاهيم الخاطئ عنا اليوم بمجتمع وبالبيئة المحيطة تمام وحتى أوقات في المسؤولين عن الموضوع يعني مثلا بدي أحكي كتير بوضوح مثلا كرجال شرطة بالمخفر يعني أنا صارت معي إنه أنا موكلتي يعني مواقع علي عنف شديد من زوجها فلما بس إنه بدا تنظم ضبط هي ما بدا تشتكي عليه على فكرة هي بس بدا تنظم ضبط كحماية بس مش هنتورجي إنه أنا بقدر أعمل ضبط وأنا بقدر أؤذيك أنا مرح أعمل شي بس أنا مرة تانية رح أعمل شي وهي الضبط موجود فكانت ردت فهو إجا وقتا على المستشفى لعنه فكانت ردت فعله بعد ما شافها وهي بالمستشفى يعني أكل قتله نتيجت لعنف بيقلها إيه كلنا منرجع قلبيت مع عصبين يعني نضرب نسوان لكفين شو صار بالدمية أيوة فيعني إنه أنت خليك بشغلك يعني حتى شايفه هو شخص غريب ما له علاقة فيه لا يعني شو اللي هي لصب الحمية؟ الإسلوب إنه كلنا منرجع مع عصبين يعني المجتمع مستنكره فإنه لا الواحد يظل مصر على موقفه وما أحد دخله إنه أنت اشتغل شغلك وأنا معلش هي على فكرة هذا الضبط بس عملته هي ماشتكت وقتها ولا عملت ولا خطوة معلش أنا معلي ضد بس هو ما بقى استرجع يعمل يعني ديش مؤلم اليوم بعد تسمعي كل هاي التفاصيل لتمارس بالمجتمع رغم كل التطور ورغم كل الحداثة اللي وصلنا للحديث عن حقوق المرأة والواجبات اللي لازم تحصل عليها وقانون الأحوال الشخصية يمكن ما بيخلاص فأكيد نحن نطمح دائماً للمزيد لحماية المرأة لحماية أطفالها فعلاً التعديلات الجميلة عم تكون ضمن قانون الأحوال الشخصية نطمح للمزيد شكرك أستاذي مهى العالي على وجودك معنا شكراً كتير إليك لهذه الإضافة الجميلة لأضفتها اليوم لصباحنا غير شكراً لكم شكراً كتير لإليك أستاذي وإن شاء الله دايماً الأنثة تنتصر على ظلمة بكل البلد كل شخص كل إنسان يصرف النظر عن جنس وكل إنسان ينتصر على ظلمه شكراً كتير لإليك